النهاردة هنتكلم عن ملخص احداث الحلقة رقم 5 من مسلسل سيدة العتمة واللي بتبدأ بصعود بيقابل جمانة وبيديها الكاميرا اللي كانت عايزاها وبيقول لها ان الموضوع بتاعهم يعني مش حيتم دلوقتي وان هو مش مستقر قالتلي مش مستقر؟ ليه؟ انت عندك بيت وعندك كورس وعندك عيادة ودكتور قد الدنيا رد وقال لها انا مش اصدي على الماديات انا اصدي على اني انا نفسي مش قادر ان انا استقر بتزعل طبعا منه وبتدهج جدا في حين ان الروان موجودة وبتبص من بعيد على الدكتور احمد وهو ورايه على المستشفى بلاقي بعد كده مواجهة بين روان وبين اختها حنين حنين بتقول لها تعرف ايه عن مرض سناء القدب قارتليها انت عارفتي قارتليها ان انت يعني عندك المرض ده لان الدواء اللي انا اخدته عشان خاطر احلله طالع فعلا ان انت عندك مرض سناء القدب بس ما تدهيش نفسك عادي الامراض دي كلها بتبقى زي مثلا الامراض المزمنة زي الضغط زي السكر يعني ما فيش اي مشكلة انا عندي اكتقى بحد برضو عادي بتعالج ما يهمكيش وما تزعلش وما تدهيش خالص يعني وطبعا كان بتحاول تهديها لكن طبعا حنين كانت حاسة ان هي نفس المرض اللي عنده خلتها بالضبط عندها بتبدأ تشوفها لوز بالليل بتبدأ تسمع حاجات بتبدأ تحس ان في حاجات بتحصل حواليها بتبدأ كمان تسمع صوت عيالة صغيرة بتعيت وكالعادة بتدخل في الحالة بتاعت المرض دي روان بتروح المستشفى وبتطلب زيارة الدكتور احمد وبتقول الممرضة ان هي المدان وده اللي خلاي يقول لها ما ينفعش ان انت بتعملي ده يا روان ده مش من مصلحتك ولا مصلحتي صمعتك كمان وكمان ما ينفعش تيجي تقولي ان انت المدان بتاعتي انا قدت لك كذا مرة انك لازم تتعالجي ولازم تشوف دكتورة سلمة بتزعل وبعد كده بتمشي بتروح البيت وبتنهار وبتفضل تعيط بينما منلاقي بعد كده جمانة بتتكلم مع حامد اللي بيقول يا ريت تكلميلي حنين تشوفيها فين هي اصلا مش بترد علي ابدا وكمان مش مهتمة بيا ويلاقي كمان ان حامد فتح مطعم منلاقي بعد كده حنين كانت مكلمة لمحامي ابراهيم علشان تتكلم معاه ويعودوا مع بعض فيه الكافية ويشربوا قهوة وكمان يتكلموا اتكلمت عن مرض خالتها اللي هي عرفته وكمان عن الاعراض اللي بتحصلها والهلاوس وان الاعراض بتحصلها من زمان ما كانتش عارفة ان هي عندها مرض ولا حاجة اصلا بيبدأ ان هو يتكلم معاها ومنلاقي حامد برا في العربية بيتصب بها مش بترد علي وبعد كده بيدخل واول ما المحامي ابراهيم بيمشي بيتكلم معاه بيقول لها فيك ايه انت ليه مش بترد علي ومين ده اللي انت قاعد معاه قالت له ملكش دعوة ما تدخلش فيه ملكش فيه وبتدايق منه وبتمشي في حين ان الاعمالي بتتكلم مع دكتور احمد اذا كان بيحب روان وانا لا اقلعي وانا بحبها قالت له طب ليه كده يتبعدوا عن بعض يتقربوا من بعض لكن الموضوع ده في عذاب لك وانتو الاثنين بيرد بيقول روان بقالها فترة غريبة ولازم تتعالج لانها فعلا مش طبيعية ابدا نبيلة امرأة عادل قاعدة مع بوسينة وبتيجي بعد كده حنين تطلب تتكلم معها لوحدهم وبقول لها انت زايا عيشة لوحدك في العتمة دي بقالك سنين قالت ان هي جردت نفسها من المشار وان ما فيش حد طبعا حد بيحبسه لكن هو اللي بيبقى حر فيه اختيار اللي هو عايزه وبعد كده تتكلم معها حنين ان هي عايزة تاخدها من هنا علشان تعيش معاها في البيت بتاعهم قالت لها بس انا فيه هنا حاجات انا بيحبها جدا قلت لها ناخد كل حاجة قالت لها كمان لو كده ممكن ناخد عادل ونبيلة الاتنين دول قاعدوا معايا كتير الاتنين دول كانوا جنبي كانوا اهلي يوم ما كانت امك ما بتقفل عليها الباب كان هما اللي بيفضلوا جنبي وبيعودوا معايا قالت لها خلاص ناخدهم وبالفعل بيقرروا ده وكمان نبيلة بتقول لعادل وبيقرروا ان هما يمشوا وبيوصلوا على البيت وروانوا وسعود اول ما بيشوفوا قدامهم بوسينة بينهاروا وبيتصدموا مش عارفين من دي لما بيعرفوا ان هي بوسينة تبقى خالتهم وتبقى توقع نائلة بيرفضوا وجودها في البيت عشان ما تفكرهمش باموهم لكن بتصر حنينة على وجودها وبتقول ان هي غير امكو خالص وان هي ماشت انا كمان حامشي من البيت وان وجودها مهم جدا لان هي الورث بتاعي وبتصر على وجودها في البيت رغم رافض اخوتها ما كانوش حبينها ابدا علشان هي تشبه نائلة بتفكرهم بماضيهم بتفكرهم بالعمال اللي كانت بتعملها فيهم لكن طبعا حنينة كانت مسرة وبتقولهم ان هي غير اختها خالص بتدخل نبيلة وبتقول لبوسينة انها عارفت الاوضة بتاعت نائلة علشان كده بتخرج علشان تروح بينما روان بتكلم احمد وطبعا بعد ما عارفت من اماني ان هو لسه بيحبها فكانت فرحانة جدا ومبسوطة وما كانتش مصدقة بتتكلم معاه لكنه بيغير الموضوع ويقولها ان هي لازم تروح ترتاح دلوقتي بينما بتروح بوسينة على الاوضة بتاعت نائلة وبتلاقي فيها الدواء بتاع سناء القطب وبتفضل تعيط وبعد جدا بتروح تتكلم معاه حنين بتقول لها انتي بتشوفي حواليكي حاجات وهلاوس وتسمعي اصوات قررت لها ايوة ايه لعرفك انا دايما بشوف وبسمع طفلة بتعيط وبتصرح قررت لها انا كمان عندي نفس المرض مرض سناء القطب وبسمع برضو هلاوس وبشوف حاجات مش موجودة غير في عقلي بس وعلى فكرة امك دايما كانت بتاخد الادوية دي وبتدها لي الادوية دي كانت بتاخدها باسمها من دكتور كانت تعرفه وتبدأ بعد كده بوسينة توضى بالبيت بينما منلاقي حنين بتشوفها لاوس وبتسمع صوت الطفلة بتعيط وبتسرح فبتاخد الدواء وبتبقى كويسة وبتخلص الحلقة على كده وده كان مرخص لاحداث الحلقة الخامسة من مصرسل سيدة العتمة يا ربو مرخص بتاعي يكون عجبكم وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد استانوا باي الحلات اشوفكو على خير باي باي اشتركوا في القناة